أنت بكلم حضراتكم على العلاقات المصرية اليمنية والأمسية المصرية اليمنية اللي عقدت إمبارح في القاهرة بحضور عدد من السادة المسؤولين وكان حاضر كمان الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فازمنا محمد أصام كان موجود الحقيقة وأجرى عدد من اللقاءات خلونا انتبعها ونشوف ماذا قال الحضور في هذه المناسبة العلاقات المصرية اليمنية علاقات عميقة وقوية وعلاقات شعبية وما تنساش أن احنا في يوم من أيام كان لنا أكتر من 150 ألف جندي في اليمن كانوا بيساعدوا في تحيير اليمن وعاش الجيش المصري في ضغوب اليمن وقراءه وجباله ووهاده وكافة مناطقه وأعتقد أنه لم يحدث أن أضر الجيش المصري أو أي من أفراده باليمنيين اللي عايشهم معايشة لا تزال أصارها الاجتماعي وأصارها النفسي لا تزال قوية والعلاقات المصرية اليمنية علاقات سوف تبقى أبدا الضهر علاقات وسيقة لأن المصريين دافعوا ببسالة ولوجه الله ولوجه الإنسانية ولوجه التقدم العربي عن اليمن واليمن يمكن قبل ذهاب المصريين كان شيء وبعد ذهاب المصريين تغيرت أحواله وتغيرت أحوال إنسانه وبدأت مسيقة التقدم اليمني من زهاج التاريخ الدعوة النهاردة هي عبارة عن دعوة من مجموعة من السادة في قيادة الدولة هنا ومن أعضاء البرلمان وكذلك من السيد علي المتواجد هنا الذي دائما فاتح هذا المكان لليمنيين وهي عبارة عن ليلة يمنية مصرية ونحن أصلا نشعر بأنفسنا أن نحن يمنيين ومصريين في نفس الوقت هذه الليلة هي عبارة عن تعبير ودي خالص عن مدى تقدير الشعب اليمني لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس السيسي وهي مناسبة كبيرة لأن نلتقي مع بعضنا البعض لتداول بعض الوضع الحالي الموجود في الجمهور اليمنية وأيضا الجالية المتواجدة هنا في جمهورية مصر العربية والتي رحبها الشعب المصري والذي أساسا نكون لكل التقدير والاحترام جاينا نهاردة علشان نؤكد على أن اليمن في قلب كل مصري وأن اليمن هي حاضرة دائما في الوطن العربي اليمن تستحق كل الاحترام والتقدير بما لها من تاريخ قديم في الناحية الدينية في كل الكتب السموية اليمن أيضا لها روابط مشتركة مع كل الدول العربية لابد أن نحن جميعا نتكاتف من أجل اليمن نقف إلى جوار اليمن قلبا وقالبا وده ليس بجديد على الدولة المصرية أن تفعل هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر